هذا الانتباع العام وأيضاً يعني حنضيف له موقف تاني من دولة كبرى هي الصين الصين الآن بتتفرج؟ هل هي بقت يعني؟ هي مش بتتفرج بالضبط إنما الصين معروف في طيلة مسيرتها تجاه القمة العالمية إنها بتتسم بالتعقل والتروي والهدوء وبتبني نفسها خطوة خطوة وهي تكاد الآن تقترب من القمة العالمية إن لم تكن قد لامست الولايات يعني وصلت كده للسلمة قبل الأخيرة مصاحبة لروسيا؟ حاجة للحتة دي لإنها نقطة مهمة جدا في المعركة اللي بين الصين والولايات المتحدة على القمة العالمية جاءت الأزمة الأوكرانية وأنا رأيي إن الصين هي المستفيد الأول منها لماذا؟ لأنها أولا كان أمريكا بدأت أن تركز عليها تماما في كل شيء وحتى قالت بقى فكرة الانسحاب الأمريكي من الشرق الأوسط وتصبونا بقى نتفرر في هذه الظروف تأتي الأزمة الروسية لكي تستنزف الولايات المتحدة سياسيا يعني ممكن البعض يستغرب هذا أنا أقصد إنه تستنزفها بمعنى هو طبعا قالك حلف الأطلنطي أصبح أقوى من أي وقت مضى التحالف الأمريكي الأوروبي أصبح أكثر من أقوى من أي وقت مضى لكن هي الفكرة أنه في التحليل الأخير أن ما فعله بوتين في أوكرانيا كسر الهيبة الأمريكية الغربية لأنه هو قدم مطالب حاول أن يحققها بالدبلوماسية لم يعني يستجب أحد ولو للحد الأدنى من مطالبه ففعل ما فعل وحلف الأطلنطي بقى هو الولايات المتحدة الأمريكية وليس على لسانهم إلا شيء واحد لن نتدخل لن نتدخل لأن أوكرانيا ليست عضوا في حلف الأطلنطي حتى لما بولندا قالت تاخد أوكرانيا الطائرات الميج 29 قال لك لا 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 أحسن روسيا تعتبر ده مشاركة في الحرب إلى خير فعايز أقول مع أنه الكلام كله على أنه روسيا والعقوبات وكده وحسوس سنزف وده سيناريو محتمل إنما الفكرة أنه أنا بقول الهيبة الأمريكية كسرت لماذا؟ لأنهم بيقولوا أوكرانيا ليست عضوا في حلف الأطلنطي طب وهي ليبيا كتعضوا في حلف الأطلنطي لما اتدخلت وضربت ليبيا يغسلافيا السابقة كتعضوا في حلف الأطلنطي فواضح أن السبب في عدم التدخل هو الخوف من القوى الروسية وتداعيته وبالتالي أمريكا بتستنزف ولو من منظور الهيبة طيب دي أول فايدة للصين أنه في هذا السباق المحتدم الخصم ده يعني كسرت هيبته النقطة الثانية أنه إحنا يعني أنا شخصيا بستبعد أنه روسيا تهزم في هذه المواجهة يعني أنا تقديري أنها حتنتصر في المواجهة دي ولكن المهم درجة الانصار ده قد إيه صعب يكون 100% يمكن ما يحصلش 90% لكن هتنتصر السؤال الثاني بأي تكلفة هي طبعا لابد أن تكون هناك تكلفة بس السؤال هل تكلفة بسيطة أم معقولة أم باهظة فيبقى أنا تقديري أن روسيا هتنتصر بس فيه تكلفة والتكلفة دي قد تكون طفيفة أو معقولة أو باهظة